هناك من يرى أن هذه الحكومة ستدوم سنة أو سنة ونصف لكن العمر المقارنة للسنوات كم ستدوم برئيس؟ حقيقة بحسب المتغيرات وبحسب المعطيات وبحسب النتاجات التي ممكن أن تنتجها هذه الحكومة أنا أعتقد أنه اليوم نلتمس بداية لخطوات جيدة حول تصحيح المسار، إعادة قراءة مؤسسات الدولة إعادة قراءة مؤسسات الدولة بطريقة تختلف عن الطريقة السابقة الحكومة كانت لمدة عامين أو أكثر واقعا هناك استنزاف لموارد الدولة، ملفات فساد كثيرة مشاكل عالقة، ملفات بين الإقليم وبين بغداد هذه كلها تحتاج إلى قراءات وإعادة قراءة واقعية وإرادة سياسية لحلها قد تدوم هذه الحكومة أكثر من العمر الافتراضي إذا حققت نتاج باعتبار أنه المجتمع اليوم الشعب العراقي جميعه بكل أطيافه وانتمائته يترقب أن تكون هناك إجراءات تصحيحية وإجراءات واقعية تنتشل المجتمع من الفقر، من البطالة، من المشاكل الكثيرة لا سيما مسألة الدولار، واقع الاقتصادي، الواقع الأمني كل هذه، إذا استطاعت الحكومة، خلال شهر، شهرين، برنامج ستة أشهر أن تحل هذه الملفات أو تضع هذه الملفات على السكة أعتقد أنه الجماهير هي التي تتمسك أكثر من المنتظمين السياسيين أغلب نواب الإطار التنسيقي قبل تشكيل الحكومة قالوا أننا سنسعى لخفض سعر صرف الدولار لكن الآن الموضوع تم، ربما تهميشه والسكوت عنه ليس قضية تمييز، هناك واقع اقتصادي لا يمكن تغييره واقعاً موضوعة الدولار عندما هناك إرباك يحصل في السوق العراقي عندما تأتي تخفض الدولار، هو مرتبك بالأصل ومشتبك ثم تأتي مرة أخرى تغيره بحسب الاختصاصيين طبعاً يقولون أنه لا نستطيع تغيير سعر الصرف إلا بعد أربع سنوات أو خمس سنوات من تغييره اليوم مضت أكثر من سنتين على تغيير سعر الصرف أو سنة ونصف مرة أخرى يرجع سعر الصرف إلى يعني هناك تعرف شركات، التزامات، عقود متعاقدة الدولة مع مجموعة أيضاً من الشركات العالمية أعتقد ممكن أن يتأنى يعوض المواطن بتغيير سعر الصرف عن طرق متعددة ممكن أن تغير الواقع أما أنه نتحدث طبعاً خطاب سياسي في تلك المرحلة كان مختلف واقعية الاقتصادية تختلف عن خطاب السياسي في كل دورة وفي كل حكومة يتم التعامل للملفات العالقة بين بغداد وأربيل على مصطلح أو مفهوم الترحيل أو التأجيل هذه المرة هل سنشد حسن؟ لا طبعاً التأجيل والترحيل هو أكبر الأخطاء استراتيجية التي حدثت الحكومات السابقة وسببت أن أزمات حقيقية أدت إلى أن تكون هناك أزمات مجتمعية متقابلة حتى تراشق الإعلام اليوم هناك استيقاف وتوقف قانون نفط والغاز هو الحل الوحيد يجب أن يطبق أو يشرع في مؤسسة مجلس النواب لمدة ستة أشهر أعتقد الإرادة السياسية في هذه المرحلة حاضرة الجميع تعب وأنهك بقضية ترحيل الأزمات من حكومة إلى أخرى هذه المرة أنا أعتقد تختلف تماماً هناك إرادة واقعية لدى الجميع حتى المختلفين أن تحل هذه الأزمات وفق سقف الدستوري وهذا هو النتاج الذي اليوم أن تجنى هذه الحكومة طيب، التيار الصدري والشارع التشريني هل هذا ترقب أم سقوط قبل العاصر؟ تيار الصدري مترقب الأخوة في تشرين هم جزء من مؤسسة تشريعية وحتى جزء من مؤسسة تنفيذية اليوم لم يعد هناك مراقبة حقيقية كما كانت في السابق للأسف تشري منقسمة على ذاتها وعلى نفسها ولكن يبقى طموح الشباب وتبقى هذه الأصوات تستمر في الضغط وأنا معاً تستمر هذه في الضغط حتى تصحح مسار الحكومة إن أخطأت في مساحة ما حتى الأخوة في التيار الصدري عندهم قضية الترقب والحساب ممكن أن تكون بعد ستة أشهر أو عندهم نتيجة محققة قد تكون استشرافية أن هذه الحكومة تفشل وبالنتيجة فشل هذه الحكومة سوف يرجع مرة أخرى صدارة الأخوة في التيار الصدري للمشهد السياسي كل الأطراف السياسية تؤكد على أن هناك فساد مستشري في العراق هل سيقوم السوداني بتقديم حيتان الفساد الكبير؟ لا يمتلك السيد السوداني عصى سحرية حتى ينهي مسألة الفساد التي دامت أكثر من 17 عاماً في ليلة وضحاها أنا أعتقد هذا يعني أنا سميه رومانسية سياسية عالية أو طموح عالي نعم سقف الطموح أن يوقف الاستنزاف للفساد إيقاف الاستنزاف في المرحلة الأولى هو أهم من الخطوات التي تتلي لأن بحد ذات إذا استطاع أن يوقف الفساد في المرحلة الأولى هو إنجاز بحد ذات السؤال الأخير فيما يتعلق بمادة 140 هذا ملف شائك ملف تأخر المحكمة التحادية صدقت عليه وقالت أنه سار المفعول لكن إلى الآن الحكومات تتقاعس عن تلك هي ليست مسألة حكومات بقدر ما هي مسألة تفاهمات وتفاوضات ونتاجات سياسية طبعاً مادة دستورية لا أحد ينكر دستورية هذه المادة لكن آلية التطبيق يختلف فيها هنا الكل منتفق على أنها دستورية لكن آلية التطبيق مختلفين في آلية تطبيقها آلية التطبيق إذا توصل فرقاء السياسيين منتظمين السياسيين إلى حل يرضي جميع الأطراف أنا أعتقد ممكن أن تطبق السؤال الأخير من هم نواب رئيس الجمهورية؟ غير معلوم وفي أروقة السياسة مكتوم نحتاج إلى وقت شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة